لكن الانفجار في مرفأ بيروت أطاح بهذه الإجراءات وتسبب بفقدان السيطرة على انتشار الوباء نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على استقبال المصابين بحالات حرجة لأن أسرة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع الآن وصلنا إلى هنا إلى هذه المرحلة الحساسة جدا من انتشار الوباء ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية صباح يوم 32 تشرين الثاني الحالي